ازايك يا جماعة معكم اسلام حسن وحلقة جديدة من برنامج كلام في الكورة وتحليل مباراة توتنهام ومنشستر سيتي في الدورة الانجليزي. قبل منبدأ الحلقة الحلقة دي برعاية اه على الفيسبوك هتلاقوا اللينك بتاع البيج موجود في الديسكريبشن ياريت تخشوا وتعملوا للصفحة دي. وطبعا تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر التنبيهات بتاعتنا. عشان الحلقات ان شاء الله هتنزل بعد كده على البيج وعلى القناة. فاللي انت مش مشترك في البيج تخش وتعملها فلو. هتعجبك جدا فيها محتوى رياضي محترم. ولو انت مش مشترك في القناة تشرفني بالاشتراك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول. الحلقة دي بقى فيها مسابقة. ايه يا المسابقة? المسابقة ان حضرتك هتعيبك كده معي تخش تشوف جدوة للدور الانجليزي. وتشوف بقى المباراة اللي جاية. عشان خاطر عايزك تقول لي ليفربول هيحسم الدوري امتى? في اللحزة اللي انا بعمل فيها الفيديو دي وبعد هزيمة منشستر سيتي من توتنهام. النقطة التسعين تحسم الدوري لليفربول بنسبة 100% النقطة تسعين دي المفروض ان هو يتحصل عليها قصاد افيرتون في الجولة التلاتين. وده كان توقع قبل كده ان ليفربول هياخد الدوري في الجولة التلاتين. بس المراتي توقع انه تغير. انا بقول ان ليفربول هياخد الدوري قبل الجولة تلاتين. انت بقى توقعك ايه? قل لي في الكومنتيات ونتنقش مع بعض. واقول لكم كده تكتبولي وتقولولي ليفربول هيحصل على الدولة الانجليزي رسميا في الجولة الكام. واقصاد اي فرقة هيكون بيلعبها في الجولة دي. ويلا بينا بقى نخش نشوف منشستر سيت اتغلب ازاي من توتنهام ونحلل الماتش. يلا بينا. الشوت الاول كان مملة جدا. واستنى بس قبل ما تقفل وتقولي يا عمان مش بيكمل فيديو ده شوت مملة ايه ده كان شوت حلوة جدا. اه ما هو كان مملة من حلوته. مملة بسبب ان انت متوقع كل اللي هيحصل فيه بحزافيره. متوقع ان منشستر سيتا هينزل يستحوز ويسيطر ويوصل ويهدف ويسدد. التهديف دي بس هيه اللي ما حصلتش. اه بصراحة من المرات النادرة اللي اشيل اللهم فيها شوية عن جورديولا في حتة ان الشوت يخلص ويكون مسيطر بشكل كبير قوي وما يعرفش يهدف. لان هو ده دور الموديل الفني. دور الموديل الفني ان هو هيهيأ فرقته ويوصل للي لعبته المعلومة والطريقة اللي يوصلوا بيها المرمى الفريق اللي هيقابلوه. ويعرفهم نقاط الضعف اللي يلعبوا عليها عشان يوصلوا للمرمى. كل ده عملوه. وكل ده جورديولا حفزوا لهم ولعبوا عليه ووصلوا. الفنيش بقى سيء جدا. رياض محرز كان فتح جابها ناحية اليمينو متفوق فيها على تنجانجا. اللي المورينيو كان حطه عشان يتفوق قدفع عين على محرز وده ما حصلش محرز كان بيتفوق عليه. ناحية الشمال بصراحة الكرفي بتاعه بينزل بشكل مريب. انا بصراحة لو من جورديولا بصراحة ابدأ افكر يكون يكون في حد بديل بقى مستوى سيء سيء سيء. حتى هو نفسيا خلاص بقى برا الجيم على دول ما تنرفز. يعني كان شبهة يضطرت في كزا من مرة بسبب نرفزته دي. العنق حد سوال حرك بقى دي بروين واجويرو. لا فرقة متكاملة. وعلى الغير العادة جورديولا ما فاتاش. نزل لعب اربعة تلاتة تلاتة عادي جدا. اه رودري اه واجندجان وقدامهم دي بروين. الرباعي اللي ورا معكش بقى ما لعبش مش عارفين معها. ده فرناندينيو دي خلاص. مش هنعد بالكلم عليها كل ماتش. هو مختنع بها ومش هيغيرها. اللي انا برضو مش فاهمه وتامين دي. ده انت بتلعب باسوأ اتنين مساكين عندك. وعلى رغم من ذلك الشوتة الاول ما كنش فيه تهديد على مرماك. قدرت ان انت تحافظ على دفاعك. خلاص. احييك. ما اقدرش افتاح. اه ماشي بقى. اه احييك. ما اقدرش افتاح بقى معاك. سينشينكو هو مش مهاجم. وعلى طول بيلعب على الجنب الشمال واخد الجنب الشمال بس. فده ادى اللي سون بقى يلعب ناحية اليمين او العمق او يعمل الشفت مع لوكاس مورا يخلي لوكاس مورا يدخل للعمق. وهو يلعب ناحية اليمين. ناحية اليمين دي مع مع سون سيئة جدا. لازم ناحية اليمين على رجل اليمين. بيضطر ان هو عايز يروح ويعمل الاوفر. اه مفيش حد تقريبا جواه منطلات الجزائية لعامل الاوفر. هاركيم مش موجود يواتوتن هم مش هتلعب اوفرات ولا هتلعب من الاطراف خلاص. سون لما كان بيبقى ناحية الشمال هو ممتاز جدا في ان هو يروح ويقطم ويسدد. بيعملها بسرعة وبيعرف يخطف فيها المدافع. وبيعرف يعدي منه ويرقصه حتى لو وصل به ان هو اخده من ناحية الشمال لغاية ما يروح على قصة 18 ويسدد هو عنده دي. برجوين بقى هل هو احسن منه في دي? هنستنى نشوف. بس شوت اول بصراحة تكتكين هو ده المتوقع من الفرقتين. مورينيو برضو محترم منشستر سيتي بيلعب بالرباع اللي ورا الاكسر دفاعا او الاكسر صلابة دفاعية. نصر ما لعب نأمينه بالسلاسي. اه لسيلسيو وديلي الي ووينكس. السلاسي اللي قدام برجوين دي هي الجديدة شوية. كنت افضل ان هو يبدأ بلملة ويبقى فيه شفتات ما بين لملة وصن وديلي ولوكاس مورا. بس هو ده الشكل الاحداث الكتير في الشوت الاول كانت بسبب ضربة الجزاء. واللي حصل فيها واللي هي تصفرت بعد خمس دقائق والكلام ده كله وتصدت وكانها تتعاد تاني. بس جندجان مش عارف. بصراحة حاجة غريبة يعني. في لعبة كتير افضل من جندجان جوه ارضية الملعب وكانت شوت ضربات الجزاء. يعني حاجة غريبة قوي يعني انت خسس قبل كده. ودلوقتي جندجان. ليه ليه اسوأ اللعيبة هي اللي بتسدد ضربات الجزاء في منشستر سيتي. على ما تستفهم غريبة جدا في موضوع ضربات الجزاء ده مع منشستر سيتي. زي ما كان الشوت الاول للحدث الاجبر فيه هو ضربة الجزاء والاحداث اللي تلتها والاحداث اللي حصلت فيها. الشوت التاني الحدث الاجبر فيه هو بس الشوت التاني بدأ تكملة للشوت الاول بل بالعكس كان فيه تراجع بشكل كبير قوي من فريق توتنهام سايبين الكرة لمانشستر سيتي. وعلى رغم من ذلك كان تراجع بحذر وتراجع دفاعي ممتاز جدا. كانت الكرة على طول حوالين منطقة التمنتاشر بتاعت توتنهام ما وصلوش لمنطقة جزاء او ما وصلوش لمرمى هوجو لوريس خالص قبل طارد زينتشينكو. حتى الكرة الوحيدة اللي وصلوا بيها لمرمى لوريس. وكانت ممكن تكون هدف كانت خطأ من تنجانجة. لو كان سابها لوريس كان هيصدها. انما هو تدخل في الكرة ملحقش يصدها رجعت بعد كده وشطها وبعد كده ولعبها بعد كده بالعرض لجندجان كل ده الجول كان فاضي قبل ما يرجع لوريس لمرمى جندجان حطها في السماء. دي كانت برضو من النقاط الفارقة ان لو الكرة دي كانت جات هتف كان هيتغير مصالة المباراة تماما. كان توتنهام هيلجأ لان هو يتقدم بخطوطه. كان ده هيتلو او هيبقى نتيجة لده ان ممكن تتخلق مساحات يقدر منشستر سيتي يلعب عليها وممكن كان يجيب التاني. الكرة اللي تردد بقى بعد الكرة دي او الهجمة المرتدة اللي تردد بعد الكرة دي هي الكرة اللي اتعامل فيها او اللي زينتشينكو عملها فاول. وكان نتيجة الفاول ده ان هو خد الانزار التاني والطرد. وبعد كده تلعبت الكرة ووصلت للوركنية وتلعبت تشيباس رائع من لوكاس مورا لبرجوين اللي استلم الكرة على صدره استلام وامتصاص للكرة على اروع ما يكون وقبل ما الكرة تنزل على الارض كانوا اخدها فيرس طايم فينش على اروع ما يكون من المكان اللي بيمتاز فيه اللاعب ده. وحتى بعد ما خرج وراح لوكاس مورا حصل اللي انا قلت عليه بقى في الشوت الاول او في بداية الفيديو وهو المكان ده ايه نتيجته او ايه تأثيره على لوكاس مورا. لوكاس مورا في المكان ده حد سواله خرج واثبت لنا ده بالهدف التاني طبعا بعد ما المساحات اتفتحت في تفاع منشستر سيتي بعد الطرد والتغييرات الغريبة والاداء الغريب من بعض اللعيبة في المانشستر سيتي. يا نشوت لأولكم انت بقول ان النتيجة لما تكون استحواز وسيطرة ووصول هنقول ان الموديل الفني عمل عليه. لأ تعالي بقى واقولك بقى يعني اطلع لي على المسرح بقى الشوت التاني. فين بقى الكلام ده كله? فين السيطرة? فين الاستحواز? وفين اللي انت تعملها المفروض لما يكون متأخر? والبلان سي لما تعملها انت يكون متأخر ومتقوم واقل في عدد اللاعبين كمان وانت مطروض منك لعيب. مفيش الكلام ده كله. ازاي ان انت توصل في نهاية المباراة? اه دقائق التسعين وخمس دقائقات بالضبط يعني انت قاعد عامل كده على الخط ولعبتك قاعدة مرياحة. بقي تلات دقيقة والمطش ينتهي. والكرة بتطلع من ادرسون لفرناندينيو بيحطها تحت رجله حتى ما بيبصش لقدام ان هو يلعب كرة طويلة يعمل اي حاجة. محرس جايب جايز. سترلنج جايب جايز. اه مفيش. يعني الفرقة كلها مفيش. اه مفيش طموح وده خلاص. واضح جدا وده اللي انا قلته في بداية الحلقة والسؤال اللي انا طرحته عليكم في بداية الحلقة. بس ما ينفعش. انت المفوض انت بتنفس على المركز التاني. المفوض انت بتنفس على مركز الصعود للشامبيوز ليج. المفوض انت بطل الدوري الانجليزي حتى هزي اللحظة. فين كبرياء البطل? كل ده مش موجود. تفوق تيكتيكي ممتاز من مورينيو الشوتر الاول. ان هو يعد ويفضل مرتكز في قواعده. نستني فرقة منشستر سيجي اللي عليه. اه طبعا خدمه الطرد. بس قدر يستغل ده. فيه فرق ما بين مدرب بيعرف يتعامل مع الطرد اللي يجيله ان هو يتفوق على الفرقة اللي قدامه. وهو ناقص عدديا. وما بين مدرب يقدر يستغل الطرد ده ان هو يتفوق على الفرقة اللي قدامه اللي ناقص عدديا. وتكتيكيا. شوت تاني. بنسبة مية في المية تفوق تيكتيكي لتوتنهام. زي ما قلتلكم. مفيش تزديدة واحدة على مرمى لوريس. غير الكورة اللي كانت لاخر المطش اللي هي العرضية القوية اللي من دي بروين اه هو العبا في الجول. بس سهلة على حالس منتزة يا لوريس ان هو يطلعها وبالفعل يطلعها. الخطورة كانت من توتنهام. كانت اي هجمة مرتدة من توتنهام. بالعكس ده توتنهام ما 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 حبش ان هو يتك على تشيلسي ويفتح ملعبه قوي عشان خاطر ما يدخلش فيه اهداف. توتنهام فضل ان هو يحافظ على الهدف ويجيب التاني ويحافظ عليه. على ان هو يطلع مسلا المطش ده كسبان اربعة اتنين اربعة تلاتة. لا هو عايز فوز هادي. مش عايز مبارة مشتعلة. مورينيو بصراحة بيمشي او بيخطط كواس جدا مع توتنهام. آآ مورينيو بدأ يتغير. يعني مورينيو الاول كانت يجيب جول وينام عليه. لا دلوقتي يجاب جول ونام عليه وحب بيجيب التاني وامن. ولا هو اتغير ان هو بقى مجنون هجوميا ولا هو بقى يرجع يركي للأوتوبيز ده الاول. لا توازن ما بين الهجوم والدفاع. توازن تكتيكة باستغلال اخطاء والمساحات اللي في رفلها اللي قدامي. استغل الفرص اللي تجيه لي بين الفرقة اللي قدامي نقصة. استغل الفرص اللي بيجيه لي ان فيه لعيبة او تفارب في مطش زي ده. بصراحة شابول مورينيو في الشوت التاني بزداد. وبصراحة نقطة استفهام غريبة جدا لجوارديولا. اعتقد بالشكل اللي بان عليه جوارديولا. هو قاعده خط ايده على خده في نهاية المباراة دي. لو انت وصلت المرحلة من قلة الحيلة بالشكل ده. استقيل. مش عيب. غير كده يعني دي وجهة نظرية. في النهاية هو ده رأينا هو ده تحللنا المباراة. وانت لو وصلت لجوء زي ده من الفيديو انا بشكرك جدا. وانت مش مشترك في القناة تشرفني بالاشتراك في القناة. تفعل زر التنبيهات. ودوس لايك الفيديو لو عجبك. ولو ما عجبكش انزل دوس 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 لايك. وقلنا انت دوس دوس لايك ليه عشان نبديك في موقات في النهاية كان معكم اسلام حسن. اشوفكم في حلقة جديدة. سلام.